السلام عليكم ورحمة الله وبركاته البنات ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اليوم يا البنات جبت لكم الوصفة الكفتة او اللحم المفروم اللي كيكون ريحة دياله غير مرغوب فيها اللي كتكون فيها هذك مطحون هذك الشحمة اللي كتكون شوية مزفرة يوم ان شاء الله لقيت لكم الطريقة و هذك المكون اللحم المفروم غادي تحيدوا هذك الشحمة و غادي تصيبوا بها طابق رائع و سهل و بسيط هذا من اختراع ديالي و ان شاء الله تعتمدوا هذة طريقة بسيطة جدا و في متناول جميع و بمكوينة ان شاء الله غا تكون عندكم في الدار غا تحصلوا على تحصلوا على واحد ترطية بالكفتة و بالخضار بطريقة بسيطة جدا و ان شاء الله تعتمدوها تقدموها الوليداتكم الاعز الناس عندكم هذي الوصفة ديالنا من الداخل و مرحبا بكم على بركتي الله كنحتاجوا هنا الكفتة هنا عندي هذه الكفتة يعني فيها ذك الشحم و كتكون في حال الريحة ذك الشحمة غاوية او لا كتكون شوية شحمة ديالها مجهدة و طريس انا ندل لها هذة طريقة هذي المهم اخوتي كتحتاجوا على حسب الكيمية شحل ما بغيتو كنحتاجوا هنا البطاطات هي غادي نحكها و كنحتاجوا الخضار اخرى ان شاء الله نوريها لكم كتاخدوا البطاطة كتتقطعوها كتحيدو لها الجلدة ديالها و من بعد كتتقطعوها كتبقا الكيمية على حسب اللي بغيتو انا بالنسبة لي حيث غاى على حسب يعني شخص واحد درتها لزوج ديالي و درتها بطاطة وحدة هذي عندي كبيرة صاف اخوتي هنا غادي تشدوا البطاطة غادي تحكوها في الحكاكة الغليضة من بعد غادي ناخد الماء و غادي ننكبو عليها و نخليها واحد الوقيتة باش هاكوية يتساعدني انها تتخلص من هذه الناشا و في نفس الوقت ما تاخدش ليا الوقت بزاف في الطياب يعني ضييغة طيب صاف اخوتي غادي نخلي هذي جانبا هذي البطاطة نزيد لها شوية ديال الماء و كيما قلت لكم الكيمية كتبقى على حسب اللي بغيتو صاف اهناي غادي نخليها نتركها جانبا و نمر باش ناخد هذيك الكفتة و نعملها فوحد الميقلات و نعملها فوق النار ما نعملها لا توابي الا والو تسمعوني مزيان كتاخدو هذي الكفتة كتديروها في الميقلات و من بعد كتعملوها فوق النار و عنا نار عادية ما تكونش عالية و كتخليوها حتى كتطلق هذيك الشحمة اللي 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 كتكون فيها هنتم لكتبليكم راها بدت كتغلي شوية من بعد قد تفرز هذيك الشحمة تخرجها هذيك هو الغرض عندنا أن نتخلصوحنا من هذيك الشحمة اللي غير مرغوب فيها و من بعد غادي ناخد البصلاء غادي نحكها و ناخد الجزر تهو غادي نحكه و غادي نحتاج حتى لتومة المهمة أخوتي هنا نعطيكم يعني هذي كفكرة و انتو ما لكم الاختيار اللي بغيتوا ديروه ديروه هنا غادي ناخد هذي البصلاء غادي نحكها في ذيك الحكاكة لرقيقة من بعد غادي ناخد تومة حتى هي بنفس طريقة تهي غادي نحكها من بعد أخوتي غادي نعمل عاوثاني حتى الجزر حتى هو غادي نحكه باش يحطيني غاين نسملي يا ذيك الكفتة و غادي حيدي حتى ذيك الرائح على كانت باقة و نكمل معكم إن شاء الله المهمة أخوتي هنا كما كتشاهدو هنا حكيت التومة من بعد غادي ناخد هذيك الجزر تهو غادي نحكه هذيك تومة هنا كما كتشوفو هي بدت كتطلق ليا ذيك الماء هو ذيك الشحمة صافية كتاخدوها كتنشفوها يعني كتخليوها كتطلق و من بعد كتبقوا تنشفوها بواحد الكاغت دي المطبخ هكو باش تخلصوا من هذيك الشحمة و من بعد صراحة أخوتي والله ما كتبقى في هذيك الريحة و كتبقى و كتجي واحد الكفتة زوينة أكل يعني عارفين الكفتة من كتكون ريحة ديالها ديال الشحمة مجهدة كتكون ما كيقدرش الواحد يأكلها هنا يا غادي ناخد الجزر و غادي نحكوه في تواف الحكاكة الرقيقة هتغان سالي هناكي ما كتشاهدو أخوتي هاو ما و قوة تعصروا على هكوي و بدأ شوية غادي يطلق هذيك الماء و غادي تشوفوه ان شاء الله هنتو ما هنا عصرتوها هوا خرجتو حيتو صافي أخوتي كي ما كتشاهدو هذي ره الشحمة مبعد كنخليها حتى كتطلق مزيان و ما كيبقاش هذيك هذيك الشي اللي يعني في الكفتة و من بعد كنخد الكاغات و كنقل ننشف نشفوه نشفوه مزيان باش هكو تحيدو هذيك الشحمة كاملة اللي باقا و هكو كتحصلو على كفتة خالية من هذيك الشوحوم و كتكون ريحة ديالها مزيانة لأنها من كتطلق هذيك الشحمة ما نقولش لكم أخوتي كتقهر ريحتها كتقهر لهذا باش ما نضيعوش هذي اللحم هذي لأنكي يشريه الواحد و ممكنش غادي نلوحوه هذي الطريقة ان شاء الله اللي تديروها صافي أخوتي كما كتشاهدو غادي نشفها بهذا الكاغيت هذا و من بعد نحولها المقلة أخرى ما نخليش في هذيك المقلة باش ما تعطنيش نفس الريحة ديال هذيك الشحمة صافي هنا غادي نحطها في هذي المقلة و من بعد غا نضيف لي هذيك البصلة المحكوكة و هذيك البصلة و هذيك الجازار و يمكن لكم تضيفو احتلف الفل لتحكوها أو لتقطعوها تاي مكعبت لكم اختير باش كتجي هالطورطية زوينة من بعد أخوتي غادي نصفي هذيك البطاطا التاهية و غادي نضيفها أنتوما يعني كتعطي كتجي وحد طورطية غزالة أخوتي غاعتامدوها والله العظيم كتجي زوينة و يعني في المتناول و هكو يعني تنوعو هنا درت شوية ديال الكامون وهنا درت عاوتاني شوية ديال اللبزار كتديرو القياس ديالكم شحال ما بغيتو الميقدار ديالكم من بعد كنضيف شوية ديال الملح و كتضيفو زيت زيتون و كنضيف شوية ديال الربيع و كتديرو الأعشاب على حساب الرغبة ديالكم الأعشاب المنستيمة بنسمالي درتنا شوية ديال الزعتر هنا غا نضيف شوية ديال الهريسة باش تجيني هذي طورطية طورطية زوينة و تجيني شوية حارة والله أخوتي و مني غادي تجربوها غادي تشكروني عليها و غادي تبقوا دائما تعتمدوها هاوكيا و جيحت يعني المدق ديالها زوين لأن فيها خالط بالخضار واللحم ركا تجي واحد المدق ما نقولش لكم صافي أخوتي كما كتشاهدو هنضفت شوية ديال الربيع عندي مجميد و من بعد غادي نضيف شوية ديال الزعتر أولى أوريغانو من بعد صافي غادي اولى أي سمنتو ما كتعجبكم ضيفوها مكوينة كاملة و غادي نعملها فوق النار و مخليها مع التحرك حتى غادي تهبط و غادي طيب و كنحصو على واحد المدق يا سلام غا جربوها صافي أخوتي كما كتشاهدو هنضفت و من بعد غادي نعملها فوق النار و نخلي حتى غادي طيب لأن صراحة كنت كنا شرين الكفتة و كان فيها دريحة فيها ديال شحمة بزاف و هي الكفتة يعني مني كتكون فيها دروري خصة غا شوية هنتو ما أخوتي هانتو ما الشحمة ككتبان أيّة منين بردت هانتو ما شوف الشحمة ديالك كديرة لأنه صراحة مني كتكون الشحمة كداروري خصة تكون تكون الشيواء و صافي هنا أخوتي هنا من بعد ما درتها هانتو ما شكل ديال لديك الشحمة شوفو كديرة عملتها في هاد عني في هاد طاسة هادي باش للوحها و هنا من بعد مني كتطيب هاد هاد الحوشوة ديالي نضيف لها شوية ديال زيت زيتون باش كتعطي واحد طعم زوين هذا هو الشكل ديالها كجيزوينة ومعافي هديك الزيتون عطاه واحد طعم رائع رائع صافي خوتين اخليتها بيتا حتى لغتلي كنت عملتها لزوج ديالي من بعد كتضيف البيض على حسب الكيميه يقدروا حتى ربعاد البيضات أنا بالنسبة لي حيث معا كيميه قليلة درت غاجر البيضات صافي كتخلطوها مزيلا من بعد كد نضيف هديك الخالط اللي شتو وكن نخلطها جيدا صافي ونعملها في ميقلات اللي كتكون فيها شوية ديال زيت زيتون وكن نحطها فيها هاد الطرطية ديالي بالخضر وباللحم اللي صراحة كتجي روع أخوتي والله العادي مني غات تجربوها صدقوني غات تعجبكم وما غات تصغنوش عليها من بعد أخوتي صافي كما كتشاهدو غالي ندخل فيها هاد 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 سميتو هاد البيض ومن بعد غاد ناخد هديك الميقلات اللي كتكون ساخنة باش ضغية كتتوجد ليها صافي ويمكن لكم من الفوق دهنوها بالجبن لكم الاختيار المهم اعتمدوا هاد الفرصة اللي عندو هاد الكفتة كتكون في هديك الشحمة الغاوية أو الشحمة اللي كتكون طايلة وكتعطي ريحة خايبة هاد هي الطريقة اللي تديروها كما أريدكم في الفيديو غادي تشوفوا النتيجة ديها مزيانة وغادي تستبدو منها وما غا تبقوش تصغنو عليها هانتوما هنه سخنة المقلة ومن بعد خديت هاد الحشوة ديه ديه الكفتة مع الخضر والبيض وغادي نديرها في هاد الميقلة هاد وغادي نقادها مزيان سوف نعملها نخليها تجمع راسها من تحت ومن بعد نقلبها من الفوق وهاكوها تتحمر وتشوفوا الشكل ديال هاكي كتجي ومن بعد تزينوها من الفوق بالجبن هاكوها باش تعطي واحد طعم زوين وان شاء الله تعتمدوها وتجربوها لان الطريقة ديالها ساهلة ولكن صدقون يا أخوتي راتي حاجة ما كنجيبها لكم ها هاكوك هادي كنت قلسة وقلت وقلت عليش ما نديرش هاد الفكرة ونشوف كيها تخرج وقلتوا الله تنصورها باش نشوف إلا كانت مزيانة غالدي نتقاسمها مع المشاركين ديالي جات خايبرة كيما كان قلول لي كينا نقولوها ساعة الحمد لله طلعت واعرة 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 بزاف وهانتم أخوتي صافي كان خليتها تشدراسها وكان قلبها للجهة الاخرى ومن الفوق قلدي ندير الجبن باش يدوب عليها محدة سخونة صافي وتشدراسها من التحت وكتكون واجدة وكتكون نحصوا علي على تشكل هادا وان شاء الله تجربوها وتعتمدوها وان شاء الله تحضروها في البيوت ذلكم ويكون هذا الشيء اللي قدمت لكم لريداكم وإعجاب شكرا للمتابعة ذلكم وشكرا لدعمكم شكرا للتعليقات ذلكم يدائما كيف يفرحوني وبصحتكم ان شاء الله تجربوها الطابق اللي سهل وبسيط وفي متناول وإلى فيديو قادم بحول الله مع وصفات سهلة ومبسطة كانت معاكم وصفات رشيد العماري وإلى فيديو قادم بحول الله مع السلام اشتركوا في القناة